اقلم كتالونيا يسعى لتقيق حلما طال انتظاره 300 عام الكتالونيون لا يملون من تحقيق طموح الانفصال عن اسبانيا وتأسيس دولة صغيرة وتحقيقا لتلك الغاية ينظمون استفتاء رمزيا بلا قيمة قانونية ويشرف عليهم متطوعون ويسعى منظم الاستفتاء للحصول على ما يكفي من الاصوات للمضي بكتالونيا احد اقوى اقاليم اسبانيا نحو الاستقلال ويتضمن الاستفتاء سؤالين هل تريد ان تكون كتالونيا دولة واذا كانت الاجابة بنعم هل تريد ان تكون تلك الدولة مستقلة سوف اصوت بنعم نعم وقضت المحكمة الدستورية مرتين بالغاء الاستفتاء بناء على طاعن قدمت الحكومة الاسبانية وبناء على ذلك طرى مدريد في هذا الاقتراع استفتاء زائفا وتبرر موقفها بان الدستور ينص على انه لا يجوز للأقاليم تنظيم استفتاء على قضايا تعني كل الامة لا لا للانفصال اقليم كتالونيا يتمتع بالحكم الذاتي ويقع في شمال شرقي اسبانيا وتزيد مساحته الجغرافية على 32 الف كيلو متر مربع كما يتجاوز اجمالي عدد سكان سبعة ملايين نسمة ويمتلك اقتصادا قويا يمثل نحو خمس حجم اقتصاد اسبانيا وعاصمة الاقليم هي مدينة برشلونة كتالونيا ثاني اقليم في اسبانيا يسعى الى الانفصال الى جانب اقليم الباس السلطات الاسبانية تواجه تحدي الكتالوني وتضع الكثير من العراقيل ضد امال الانفصال وذلك بسبب خشية البلاد من انتقال يعد والتفتيت لباقي الاقليم وما يترتب على ذلك الامر من تداعيات